ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيق قيم المواطنة بحريننا اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء وزراء العمل والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون مجلس الوزراء والإعلام وشؤون الشباب في بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة بالأعضاء ومعربا عن تشرف اللجنة بتوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المعظم بافتتاح دور عقاد البرناماني والتي تتضمن تنفيذ دراسة متكاملة لقياس جهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية لضمان اقتباس كافة عناصرها أينما توجهنا بما يمكننا من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد وبين اشتراطات حماية أمننا الوطني لافتا إلى أن هذه التوجهات تعكس فكرا ملكيا متقدما ونهجا ساميا لتأصيل الهوية البحرينية مشيدا معالي في هذا السياق بدعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمبادرات بحريننا وهو أمر محل الاعتزاز والتقدير في هذا السياق أعلن معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزرية للخطة الوطنية بحريننا عن إطلاق مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية وبدء الاعداد والتجهيز له حيث يتوقع أقده في الربع الأول من عام 2025 أشار معاليه لأن اللجنة ستعمل على مواصلة الدراسة والبحوث والتقييم والبناء عليها فمنذ إطلاق الخطة الوطنية تم تحديد مؤشرات أداء خاصة لقياس اتجاهات الرأي العام تساعد على معرفة تأثير تنفيذ المبادرات الوطنية على الجمهور ولفت معاليه في هذا الشان إلى مشروع دراسة تأصيل القيم الوطنية في المجتمع البحريني لإنشاء آلية دائمة لتأصيل القيم والسلوكية الإيجابية مؤكدا أن بحريننا اعتمدت في أهدافها ومبادئها على القيم السامية والأهداف النبيلة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم كما أنها تشكل دعما من خلال ما تستند إليه من شراكة مجتمعية وعمل وطني متكامل لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بعد ذلك بدأت اللجنة الوزارية منقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث استعرض سعادة وزير الإعلام مبادرات وزارة الإعلام في استراتيجية الصورة العامة لمملكة البحرين 2024-2026 التي تتضمن رؤية وميثاق اقتصاد الابتكار والمستقبل أرض اللؤلؤ والحضارة ومستجدات مبادرة كاميرا بحرينية أفلام سينمائية وثائقية كما استعرضت سعادة وزيرة شؤون الشباب مبادرات الوزارة المرتبطة بمنصة التطوع وتعزيز الهوية الوطنية والدراسات المعنية بهذا الشأن في ذات السياق استعرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار عددا من المبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني كما تناولت وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء مبادراتها من ضمنها مقرر الثقافة الشعبية وبرنامج الخدمة الوطنية والهوية الوطنية وبكم يفخر الوطن وغراس المستقبل كما قدمت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض مستجدات مبادرات وزارة السياحة منها إطلاق مسابقة بحريننا في عيوننا للتصوير الفيزيغرافي ومشروع التعريف بتاريخ ومعالم جزر حوار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالإضافة لقيام المكتب التنفيذي بعرض مستجدات حملة موضعة الخطة مع نصنع المستقبل واعتماد مشروع رقملة مجلة وطني الإلكترونية وخلال الاجتماع أكد معاليه أهمية العمل على تعزيز المواطن المسؤولة والاستثمار في تعزيز الهوية البحرينية من خلال تأكيد مؤشراتها في كافة الأعمال الوثائقية كما أكد معاليه على أهمية دور الشباب ومساهماتهم في نشر وتأكيد الهوية والاعتزاز بتاريخ الوطن مع تضمين مبادئ الهوية البحرينية في الملاهج الدراسية والعمل على الاستفادة من مشروع الكشافة في المدارس في ختام الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وبحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير مبادرات بحريننا وتحقيق الأهداف المرجوة لما فيه صالح الوطن والمواطن وفي إطار من الشراكة المجتمعية ترجمة نانسي قنقى ترجمة نانسي قنقر